تحت رعاية صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين أناب معاليه سعادة الفريق الركن ذياب بن صجر النعيم رئيس هيئة الأركان لحضور المباراة النهائية بين فريق الحرس الملكي وفريق سلاح الجو الملكي البحريني ضمن بطولة كأس المشير لكرة القدم للوحدات 2018-2019 والتي أقيمت على ملعب استاد مدينة خليفة الرياضية حيث ظفر فريق الحرس الملكي بكأس بطولة المشير لكرة القدم للوحدات بعد أن فاز على فريق سلاح الجو الملكي البحريني عبر ركلات الترجيح بنتيجة أربعة مقابل ثلاثة وذلك بعد انتهاء المباراة في وقتها الأصلي بنتيجة التعادل الإيجابي بهدف لمثله حيث شهدت المباراة النهائية نافسا قويا وحماسا وندية كبيرة لما يمتلكه الفريقان لعدد من نجوم فرق الملاعب البحرينية لكرة القدم وإقبالا جماهيريا غفيرا من مشجعي الفريقين ومحبي لعبة كرة القدم ولدى وصول سعادة الفريق الركرندي أبن صاجر النعيمي جرى عزف سلام سعادة رئيس هيئة الأركان بين شوطي المباراة بعدها قام قائد الفريقان بتقديم باقات ورد لراعي المباراة بداية المباراة جاءت مثالية للغاية من قبل فريق سلاح الجو الذي بادر بالهجوم حيث نجح بعد مرور عشر دقائق من تسجيل الهدف الأول وبعدها تمكن فريق الحرس الملكي من إدراك التعادل كما كاد فريق سلاح الجو الملكي البحريني أن يخطف هدف الفوز في اللحظات الأخيرة من الوقت الأصلي للمباراة لتنتهي المباراة بالتعادل لهدف أو بهدأ لهدف لمثله وانتقل الفريقان لركلات الحظ الترجيحية والتي انتهت بفوز فريق الحرس الملكي بنتيجة أربعة مقابل ثلاثة وقد جرت مراسم ختام البطولة بعد نهاية المباراة مباشرة حيث قام سعادة رئيس هيئة الأركان بتقديم الميداليات لطاقم تحكيم المباراة وشهدت مراسم الختام تسليم فريق وحدة الصيانة الفنية الميداليات البرونزية لحصوله على المركز الثالث ثم تم تقليد فريق سلاح الجو الملكي البحريني الميداليات الفضية والمركز الثاني بعدها قام سعادة رئيس هيئة الأركان بتقليد فريق الحرس الملكي بالميداليات الذهبية لحصولهم على المركز الأول وتم تسليم الفريق كأس البطولة ثم بعد ذلك قدم العميد الركن محمد عبداللطيف بن جلال مدير الاتحاد الرياضي العسكري هدية تذكارية إلى سعادة الفريق الركن ذياب بن صاجر النعيمي رئيس هيئة الأركان هذا وكانت المباراة النهائية لكأس المشير لكرة القدم قد شهدت مشاركة الفرقة الموسيقية لقوة دفاع البحرين والتي قدمت عددا من الفقرات والمقطوعات الموسيقية الوطنية بين شوطي المباراة ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر